في أشعية إصحاح 52 مكتوب المبشر بالسلام وهنا أيضا في أفسس 2 يبشر بالسلام ما أجمل هذه العبارة الشخص الذي يحمل بشارة السلام قال يسوع طوبة لصانعي السلام لأنهم أبناء الله يدعون وكما شفنا في إنجيل لوقة يهدي أقدامنا إلى طريق السلام وأيضا المجد لله في الأعالي وعلى الأرض السلام هذا السلام تم بمجيء يسوع المسيح واختتم بموته وقيامته من بين الأموات حتى نتبرر وحتى نحصل على هذا السلام المسيح هو مصدر السلام هو سلامنا فهو مصدر السلام قال للتلاميذ في إنجيل يحنى سلامي أترك لكم سلامي أعطيكم ليس كما يعطي العالم أعطيكم أنا سلام العالم معاهدات اتفاقيات سلام مزيف سلام مؤقت سلام مبني على المصالح المادية أو المطامع الشخصية سلام القوي بيفرض على الضعيف مثل ما منشوف روما بتفرض سلطانها وسيادتها على هذه المناطق لكن سلام المسيح سلام عجيب سلام اختباري سلام يغير الحياة والكيان فنتصالح مع الله الآب ويقول الكتاب أيضا أن يسوع هو رئيس السلام رئيس السلام بحسب نبوة إشعياء إصحاح 9 آية 6 يعني وزير يعني الأمير بتاع السلام وهي الصفات اليوم يمكن صفات صعبة تقال على الناس يمكن الناس بتحاول تعمل السلام لكن كون أن يكون الرئيس أو الوزير أو أمير السلام اليوم في وزارات لك كل شيء لكن ما منشوف وزارة أو أمير يسمى أمير السلام وهذا لا يطلق إلا على شخص المسيح يقول كتاب عن يسوع المسيح أيضا أنه هو إله السلام عدة مرات يقول مثلا إله السلام سيسحق سريعا الشيطان تحت أرجلكم فالمسيح بمجيءه برسالة السلام جاء حتى يدمر مملكة الشيطان وأيضا هذه البشارة هي بإنجيل السلام في أفسوس إصحاح 6 هذين أرجلكم باستعداد إنجيل السلام فالإنجيل اللي بنتكلم فيه هو إنجيل السلام نشر المحبة المسامحة الغفران السلام بين الشعوب والتآخي هذا العمل هو بتم فقط من خلال يسوع المسيح أنا بصلي من كل قلبي إنك تختبر سلام المسيح الفائق العجيب كما يقول الرسول بولوس في رسالته إلى أهل كولوسي وليملك سلام الله في قلوبكم أو كما كتب إلى رسالة فليبي وسلام الله الذي يفوق كل عقل يحفظ قلوبكم وأفكاركم في المسيح يسوع هل اختبرت السلام؟ هل بتعيش السلام؟ ولا أنت في نزاع وصراع مع الله بحرب مع نفسك بحرب مع أسرتك بحرب مع كل الناس تعال وتصالح مع الله تعال اقبل سلام المسيح واختبر سلامه الفائق العجيب فيغيرك من الداخل إلى الخارج